حكام المباراة الحج علاو متشد الف جوي من الكاميرون ادو هيرمن من كودفور باترس مليزير من موريشيش دحان بيدة من موريتانيا احمد امتياز من موريشيش نتمنى ان شاء الله يكونوا على قد المستوى وان شاء الله امور تبقى اهمة جدا ده موعد المباراة بكرة سبع مساء الاحد 28 ابريل ده مباراة دريمز الغاني والزمالك ملعب بابا يارا نهضة بركان والتحاد العاصمة الجزائري ان شاء الله العاشرة مساء الاحد 28 ابريل الملعب البلد ببركان تصحات جميز المدير الفني لنادي الزمالك بيقول ايه اكيد الراجل اللي عنده طمخات وعنده بيحسب الحسابات واللي يحسب الحسابات زي ما نقول في الهانا يبات بس الحسابات عنده ممكن تبقى صعبة شوية نظرا لان المباراة الاولى ما حققش فيها النتيجة ايجابية نظرا للغيابات اللي قلنا عليها شيكبالا وناصر ماهر وعبدالله سعيد ودول ومحمد صبحي ودول واحد دي احد اهم الاركان الموجودة او الاعمدة الموجودة في نادي الزمالك وبالتالي ان شاء الله القماشة اللي الموجودة هيقدر الراجل بيها يقدر ان شاء الله يتخطى هذه المباراة الصعبة واللي يقول غير كده يبقى بيجامل واللي يقول غير كده يبقى يعني بيستسل الموضوع ودائما لما نستسل الموضوع بيبقى في الصعبة كبيرة جدا قال الراجل قال المباراة ستكون قوية ومفتوحة والفريق سيخوض اللقاء من اجل تحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية سيكون من الرائع ان نتأهل للمباراة النهائية وان نسعد الجماهير في كل مكان نتمنى نمتلك دوافع كبيرة غدا من اجل التأهل للنهائي لان هدفنا هو حصد اللقب يا رب يكرم الزمالك اريد التجهيز للمباراة بصورة جيدة والبحث عن طريقة التأهل وسنقاتل في لقاء الغد من اجل العودة الى مصر ببطاقة التأهل للدور النهائي وده اللي نتمنى وتمنى كل البصريين وتمنى تحديدا جميعين نادي الزمالك العريضة في كل مكان شكبالا لن يتواجد في موراة الغد بسبب الاصابة وهذا امر سيء لانه لعب كبير وقائد الفريق ومفيد للزمالك معلش هارد لك هي دي كرة القدم عمر جابر قائد نادي الزمالك واحد من اللاعبين المميزين في الفترة الاخيرة واحد بيأدي في كم مركز مختلفين في نادي الزمالك وعمل اداء ولا اروع ونتمنى ان يكون قائدا مهما وملهما غدا في مباراة الغد لان المباراة دي بتحتاج الخبرات وعمر جابر وبعض اللاعبين الكبار في نادي الزمالك زيزو وعواد وبعض اللاعبين المميزين وفتوح وبعض اللاعبين الموجودين أعتقد هيبقى عندهم الدافع الكبير جدا أنهم يحسونوا اللقاء عمر جابر بيقول نتيجة مباراة الزهاب لم تساعدنا ودي حقيقة ونريد إظهار قدرتنا أننا فريق قادر على التأهل وتوقع قدرة الزمالك على حسم المباراة والتأهل للنهائي هناك حالة تركيز لدى الجميع والمباراة في أي دي اللاعبين ومن الممكن أن تكون المباراة صعبة أو تكون سهلة والأمر يتعلق بالتركيز في اللقاء وتنفيذ تعليمات المدير الفن سنتعامل مع التقس الحار لأن الفريق يمتلك لعبين كبار ومرورا بظروف مشابهة من قبل واستطعنا التأهل واسم الزمالك كبير ولدينا جماهير في أفريقيا وجميل قادمة من مصر لمساندة الفريق نتمنى مباراة الغد 90 دي اي او الفوز سيمنحنا بتأهل إلى النهائي وكنا نتمنى تحقيق نتيجة أفضل ومعظم اللعبين في الزمالك على مون الأجواء في أفريقيا ونتمنى لهم التوفيق